يبدو أن مأساة الطائرة الروسية تحولت إلى أزمة سياسية أو على الأرجح لعبة استخبارتية فبين سقوط الطائرة أو إسقاطها تركزت التصريحات والمواقف الرسمية من جديد اتخذت الولايات المتحدة وبريطانيا موقفاً مشابهة الطرفان أوضحا على لسان المسؤولين أن وراء الحادث عملاً إرهابي فبالتزامن مع زيارة الرئيس المصري الرسمية إلى لندن لبحث الحرب على الإرهاب والأزمة السورية بالأساس ذهب حديث رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى وجود احتمال أن الطائرة تحطمت نتيجة وضع قنبلة على متنها قبل إقلاعها حديث كرره الرئيس الأمريكي باراك أوباما مؤكداً أن واشنطن تتخذ هذا الاحتمال على نحو جاد للغاية واعتماداً على التكهنات اتخذت بريطانيا إجراءات استثنائية تعليق للرحلات إلى سيناء وإجلاء من تبقى من الرعاية البريطانيين هناك وعلى خطاها اتخذت دول أوروبية عديد القرار ذاته مثل فرنسا وبلجيكا إجراءات استثنائية وصلت إلى ذروتها لدى بعض الدول مثل هولندا التي قررت شركة طيرانها كيل أم منع نقل الأمتعة على رحلتها من القاهرة إلى أمستردام أما أصحاب الشأن روسيا ومصر يرفضان اتخاذ هذا الحديث محمل الجد وصفينه بمجرد تكهنات في وقت لا تزال روسيا تصر على موقف التريث وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية وبين توقعات واتهامات دون دلائل واضحة يتخذ الحادث منحا سياسيا قد يزيد من تعقيد المشهد في المنطقة ترجمة نانسي قنقر